اعتبر المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي أن سلطات الجمهورية تتعامل مع المسؤولين عن أعمال الشغب بطريقة عادلة وقال في تصريحات أوردها موقعه الإلكتروني خلال استقباله في طهران جمعا من أهالي مدينة قمة نعم لدينا مشكلة اقتصادية ومعيشية لكن هل تحل بإحراق حاويات القمامة وإثارة الشغب؟ معتبرا أن سلطات المسؤولة تعامل من أججوا أعمال الشغب معاملة عادلة وجادة وأثار القمع والإعدامات تنديدا عالميا وفردت عقوبات غربية جديدة على إيران وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القوم جايك ساليفان نندد بإعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني والأحكام الجديدة الصادرة وضف ننضم إلى شركاء لنا في العالم للمطالبة بوقف فوري لهذه تجاوزات إيران ستحاسب موسيقى 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 موسيقى